اشتركوا في القناة زرتها برهة يوما على عجلي فازرع من الخير تحصد منه اجمله فالخير يزهر بالمعروف ان تسلي تلاتعشر سنة بدناها يوم واحد تسعة الفين وحداشر في فضائية قون الفكرة قبل بنك الثواب كانت في قناة هارموني طيبة الذكر بقيادة سازنا الكبير معدوصم الجيالي الافرد مساحة لبرنامج هو بنك الثواب لكن كان اسمه قبل بنك الثواب كان اسمه ظروف بدعدي وقدمنا فيه عدد من الحلقات وظروف بدعدي ممكن تعدى عليه تعدى عليك تعدى عليه واحد فينا وهي دي طبيعة الحياة ولاقى نجاح كبير جدا في قناة هارموني وثم انتقلنا الى فضائية قون الرياضية وقدمنا فيها بنك الثواب اول حلقة كانت على الهوى الطفلة براءة يوم واحد تسعة الفين وحداشر برفقة الزميلة سحر محمد عبدالكريم وحتى يسم بنك الثواب هو كان مقترح من اخونا طارق سيد المعتصم اللي قال لي بدل ظروف بدعدي ما نسميه بنك الثواب الناس تورد في بنك الثواب ده للاخرة يعني انت تضع هنا لتحصد هناك الحمد لله رب العالمين الثلاثر سنة دي مرت فيها كثير جدا من الاحداث مرت فيها كثير جدا من العقبات كثير جدا من العراقيل اللي كان ممكن توقف عزم الناس لكن يا اخونا بنك الثواب ابدا ما هو عبدالله محمد الحسن اللي وحده بنك الثواب مجموعة من الاوفياء الاصدقاء الخلص محمد عبدالحكيم الطاهر بكر الجرماك علاد دين احمد محمد عثمان عبدالحميد طلال عبدالمجيد الحاج خالد نصر مجموعة طيبة جدا في المكتب الخاص ثم الشباب الزملاء في الفضائيات اللي اشتغلنا فيها في هارموني اول مخرج للبرنامج هو فتحي البربري ثم في غنات قون المخرج امام حسن الامام ثم اللخ عمار واستمرت المسيرة في فضائية الخرطوم مع احمد شحات احنا بنقدر في كل سانحة والتانية نذكر الناس اللي هم دور كبير جدا في بناء بنك الثواب خلال ثلاثتاشر سنة وعمر مديد من اجل خدمة الناس في بلادي ببلدنا وديل نحن نفس العادة توضيبا كل لب فرح بفرحنا دايما ضحكتنا قريبا بنقاسم غيرنا سنحنا لطالما كنت في صبايا معجبا بهذا الاديب الاريب الاعلامي ومقدم البرامج الشهير القدير الأستاذ عبدالله محمد الحسن ولطالما كنت اتخذه قدوة ومنارة استدل واستهدي بها في طريقي وحينما كنت مذيعا ومقدما للبرامج بقناة قون الرياضية في العام العام 2010 ثم العام 2011 حينما جاء بنك الثواب الى فضائية قون الرياضية ليطل هذا البرنامج عبر شاشتنا كنت سعيدا جدا ومحتفيا جدا بمقدم الاستاذ القدوة الى ذات المكان الذي اعمل به ولذلك كانت سعادتي لا توصف ولحظة يعني ربما فكرت ان الكتوف تلاحقت كما يقول اهلي السودانيون ولكن اكتشفت ان الكتوف متلاحقت لان هذا الاعلامي عبدالله محمد الحسن الذي كنت معجبا به مقدما للبرامج اكتشفت فيه الوجه الاخر عبر بنك الثواب اكتشفت هذا الانسان رسول الانسانية وهذا الانسان رسول الاحساس بالاخرين ومعاناتهم واحتياجاتهم وهذا الذي ابصرت منه حاضرا مثل الذي ابصرت منه غائبة كما قال هو في احد المقامات الادبية يستصغر الخطر الكبير لوفده ويظن دجلة ليست تكفي شاربة كرما ولو حدثته عن نفسه بعظيم ما فعلت لظنك كاذبة كالشمس فيك بد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربة كالبحر يغذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا وحينما علمت أن المسافة شاسعة بيننا وبين عبدالله محمد الحسن قلت إن من دواعي سروري أن نكون حضورا وشواهدا على بداية انطلاقة برنامج بنك الثواب الذي نحتفل اليوم بإكماله ثلاثة عشر عاما من العطاء المستمر أيها الأحباب شهادتي مجروحة في أستاذ عبدالله محمد الحسن وشهادتي مجروحة في الأتيام المختلفة التي مرت على برنامج بنك الثواب وشهادتي أيضا لا تكفي أهلي السودانيين الذين ما بخلوا بشيء من أجل أن يكون الآخر في حوجته قادرا ومستطيعا أن يمضي إلى ما يرنو ويمضي إلى عافيته وإلى سلامة جسده من الأسقام أيها الأحباب تهانية اليوم لبرنامج بنك الثواب بإكماله ثلاثة عشر عاما وتهانية لكل الذين أغدقوا عطاءا على هذا البرنامج وأنفقوا مما يحبون من أجل أن يكسبوا ثواب الآخرة في بنك الثواب عبر برنامج بنك الثواب أقدم لهم التهنئة بهذا العطاء الكبير وهذا الأجر الذي ينتظرهم في الدنيا وفي الآخرة كل عام وأنتم بخير كل عام وبنك الثواب يمتدوا عطاءا ويمتدوا إحساسا بالآخر وكل عام وكل السودانيين بألف خير دي بلدنا وديل نحن نفس العادة وطيبة وكل لب فرح بفرحنا دايما ضحكتنا قريبة بنقاسم غير نسمحنا والاحتفال بمرور ثلاثة عشر عاما على برنامج بنك الثواب نجدد دعوتنا لكل المساهمين ولكل أهل الخير والعطاء في أي مكان في السودان تحديدا بعد هذه الظروفة الاستثنائية التي مرت بها بلادنا الحبيبة وهي ظروف الحرب اللعينة التي أودت السودانيين المهالك أرجو وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الظرف الاستثنائي الذي مر به السودانيون أن يكون سببا لانطلاقة جديدة لبرنامج بنك الثواب بمعايير ومفاهيم جديدة تواكب ما لحق من ضرر ببلادنا الحبيبة أرجو من كل الذين التفوا حول بنك الثواب طيلة هذه السنوات أن تمتد أيديهم البيضاء مرة أخرى إلى بنك الثواب ولكن هذه المرة بنظرة جديدة وهي بناء السودان وإعادة إعمار السودان ومساعدة إنسان السودان في ظروف استثنائية قاهرة جدا أيها الأحباب بنك الثواب يكمل معكم ثلاثة عشر عاما وما زالت الأيادي البيضاء ممدودة دي بلدنا وديل نحنا نفس العادة وطيبة وكل لب فرح بفرحنا دايما ضحكتنا قريبا بنجاسم غير نسمحنا الفرح والدعرح الضيع معاه الابتسامة محفوظة صورتك في المقل في النجمة في ظل الغمامة في زحمة الناس والأغلجيتكم عشان خايفة الملامة بإنشاء وقبية كل الأمل بيتمنى لكم كل السلامة قروب بنك الثواب أسرة برنامج بنك الثواب بقيادة أستاذنا الكبير عبد الله محمد الحسن وأبو محمد وكل الناس اللي بدعمل في القروبات المختلفة طلعتاشر سنة من الإنجاز جسر التواصل مع كل مريض أزمة الحرب يمكن ولدت حاجات كثيرة وصلنا أربع ألف عملية من شفار نبية وغيرة وغيرة ومستمرين ونحن اليوم يمكن بندشن عامنا الثلاثتاشر حيكون من واحد تسعة وكل الناس اللي بتساهم يومي في بنك الثواب برصيد في بنك الخرطوم أربعتين وواحد أربعتين صفرين مرضو البنك السعودي بنك فيصل كل الصدقات اللي بتجي من الفاو وبتجي من الخرطوم وبتجي من بريطانيا وهنا من السعودية بتسعد المرضى ونحن دخلنا في تجارب عجيبة أنا بحكي موقف أنا مرة نزلت طفل يمكنه أستاذ عبدالله يداني فيديو لطفل كان عنده عمل يدعين في منصة تيوتر اتصل علي واحد سعودي اتألم جدا قال ليه أسرة تتألمت جدا من الحاجة دي فأنت وين والله أنا في الحتة الفلانية العملية بتكلف كم بتكلف كده والله الشخص يجاب في ظرف مبلغ وهو ما بيعرفني وأنا ما بعرفه لكن جمعنا عمل الخير فدائما عمل الخير يجمعنا تحية كبيرة لكل من عمل في بنك السواب برضو بنقول شيخ سام شيخ ميدة حسن أستاذ عبدالله محمد الحسن المخرجين المعدين محمد عبدالحكيم الطاهر وغيره وغيره أخونا زاكر سعيد الآن أيضا من المرابطين في مدينة كسلة تحية كبيرة جدا كمال موسى فريق منك السواب السعودية الرياض 13 سنة من العطاء 13 سنة من المسابرة برنامج منك السواب في عامه 13 نسأل الله أنه يعم الأمن والأمام في بلادنا و13 سنة طيلة الفترة هذه مجموعة كبيرة من المساهمين في المملكة العربية السعودية نسجي لهم جزيل الشكر وربنا يديهم الصحة والعافية حقيقة مجموعة كبيرة من المتعاونين معنا في برنامج بنك السواب في اللحظة ما يستحضرنا كلهم نذكروا نذكر من بعض منهم في مجموعة فينا خير مجموعة القنفضة بقيادة الطبيب الإنسان صديق آدم مجموعة الخفجي في طبيبات مجموعة نسان مجموعة فينا خير ونساء ينبع وطبيب الإنسان عمره عبدالعزيز بالقريات مجموعة كبيرة جدا من الأخوان من المملكة العربية السعودية متواصلين معنا نسأل الله أن العام القادم بإذن الله يعمى الأمن والأمان في بلادنا ويبسى البرنامج على الطبيعة إن شاء الله ونتمنى التوفيق في عامنا الغادم بإذن الله وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببلدنا وديل نحن نفس العادة وطيبة وكل لب فرحة بفرحنا دايماً ضحكتنا قريبة بنقاس مغيرنا سمحنا 13 سنة يا أخواننا أكيد اليد الواحدة ما بيصفق مجموعة أيادي مجموعة أصدقاء أو فياء على امتداد السودان قدرين تتخيلوا أنه الثلاثر سنة دي في ناس يومياً بيحولوا رصيد تلفون في أي تلفون من تلفونات بنك السعود الثلاثر سنة دي في ناس ملتزمين أسبوعياً بيرسلوا مبالغ لبنك الثواب عبر حساب بنك الخرطوم أو حساب البنك السعودي أو حساب بنك فيصل الإسلامي أنا سأقول نماذج مصطفى المنقوري أبو أمل مجموعة كبيرة جداً أنا لو قدت ناس وظلمت آخرين حتبقى دي حاجة ما عادلة لكن خلونا نقول إنه الناس دي كلها والله ما هم ما تذكر أسماء لأن الأسماء مذكورة عند المولى سبحانه وتعالى هم من المتقين الذين ينفقون مما رزقهم المولى سبحانه وتعالى وخارج السودان ما كان لهذا البرنامج أن يستمر هذه السنوات التلبتاشر بدون المساهمين من المملكة العربية السعودية الكلهم بيجمعوا مبالغهم عن بكري عبدالهادي الداب أبو محمد وفي واحدين بيرسلوا مباشرة في حسابات البرنامج كلهم فردا فردا ندعو لهم بظهر الغيب صفحة البنك الثواب على الفيسبوك بيقوم عليها الأخ الحبيب كمال موسى والأخد أماني شنجراي في الإمارات كمال موسى في الرياضة السعودية ومجهود كبير جدا بيستهلك زمن وطاقة وعقل وتفكير من الأستاذ كمال موسى والأخد أماني في الإشراف على بنك الثواب في الفيسبوك في مملكة البحرين أخونا أسامة أحمد هاشم أبو القصواء هو مجموعة المساهمين من دولة البحرين لسنوات طويلة ظلوا كل شهر من جهد غربة معارقهم بيرسلوا مبالغ لبنك الثواب في دولة الكويت غروب بنك الثواب بالكويت بقيادة الأخت الفاضلة مناهل عليان أنا بقول الفاضل الهميمة مناهل عليان لأنه برضو أسبوعيا بيحول مبالغ لبنك الثواب ولا يرجون إلا الأجر من المولى سبحانه وتعالى في سلطنة عمان يقوم على أصدقاء بنك الثواب أو قروب بنك الثواب بسلطنة عمان الأستاذ الكبير المرب الجليل الأستاذ عثمان محمد عمر ومساهمات طيبة قيمة كبيرة جدا بتصلنا عبر قروب سلطنة عمان وكم من الحلقات الكثيرة جدا يتولوها كاملة كما أن هناك فاعل خير عماني عن طريق الأخ الأستاذ عثمان ظل يساهم بالقدر الأكبر من الأموال خاصة بعد الحرب يعني هذا الرجل ظل يبذل كل ماله من أجل المرضى في السودان في دولة قطر أصدقاء الثواب بالدوحة وبيقوم عليهم الأخ سعيد والأخ الطيب وكلهم همهم الأكبر مريض يدعالج ويعمل عملية الجراحية لا بد من ذكرى الأخ الحبيب الهميم أول زول يتصل من خارج السودان في الحلقة الأولى لبنك الثواب يوم 1-9-2011 الأخ الهميم من الدوحة وعدد من الأصدقاء أصدقاء بنك الثواب سفير القانون بالدوحة وعدد من الأصدقاء الأوفياء بدوحة العرب ولا بد من ذكرى الأخ كمال ياسين اللي في يوم من الأيام استطاع أنه يعمل ويب سايد خاص ببنك الثواب ونحن يمكن للمشغوليات ما قدرنا نواكب في الوقت ذاك ونكون قدر الويب سايد العمل ولينا أخونا الحبيب كمال ياسين في كل أسقاع الدنيا لدينا أصدقاء في بريطانيا أو في المملكة المتحدة في قروبين قروب إنجلترا بقيادة الحبيب عوض الباوغة ومساهمات شهرية وقروب بريطانيا بقيادة لوي محمد خوجلي وبرضو مساهمات شهرية تأتي من أعضاء القروب من جهد الغربة وعرق وشقاء الأيام القاسية جدا ومن قوت أسرهم بيرسلوا بيستقطعوا مبالغ يرسلوها لبنك الثواب وفي عدد كبير جدا من دول العالم لدينا أصدقاء أو فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة سودانيات الخير بالإضافة لمجموعة أفراد يتواصلون مع الأخ عبداللطيف محجوب وعدد كبير جدا بيرسل لنا مباشرة في حسابات بنك الثواب وفي فاعلة خير من العين لابد من ذكرها بالخير وفي فاعلة خير من الإمارات أسبوعيا بتحول مبلغ 3000 جنيه واستمرت الحاجة دي لسنوات طويلة جدا كل الناس دي لا نملك حيالهم إلا الدعاء 13 سنة من العطاء من أجل إنسان السودان وساهم بالبسيط ولا تحقرنا من المعروف شيئا بالبسيط بندر نعمل كثير دي بلدنا وديلة نحن نفس العادة توضيبة وكل قلب فرحة بفرحنا دايما ضحكتنا جريبة بنجاسم غير نسمحنا ترجمة نانسي قنقر